موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نستكمل الليلة الجزء الثاني والأخير من حوارنا الذي بدأناه الأسبوع الماضي مع الكاتبة والشاعر الأستاذة محبوبة خليفة وزوجها الكاتب والمحامي والشاعر الدكتور جماعة تايقة أهلا وسهلا بكم تبقفنا الحلقة الماضية عند قراركم للرجوع لليبيا واللي كان إثر صدور أصبح الصبحون طبعا ستدور بكم الأيام دورة جديدة والكثير من الأحدث الجساء تفضل دكتور والحقيقة فيما يتعلق بهذه قد أختصر لك كثير من هما تريدين في نص أنا كتبته تفضل بعض الأشياء تفضل اللي خلتني حتى القرر هذا النص أنا سميته وجع الغربة يقول أقول أنا في هذا النص أرح ركابك من حل وترحالي كفاك عقداني لم تهدأ على حالي أعطتك أفواه المرارة رقها وعصرت من خمر الهموم دوالي والعيس أضنها الرحيل وعدها طول المسير على هجير رمالي ما بين دجلة والرباط مسيرها سير طويل مثقل الأحمال لله ما أقصى الحياة من غربة الليل فيها يستحيل ليالي والفرد فيها نبتة شيطانة مجهولة الأعمام والأخوال والذل يغنس في الكرامة نابه يرمي الفؤاد بأشهم ونبالي خيرت خيرت فاخترت الرجوع لعضنها عضن يتيه بفتنة وجمالي الشمس تسري في العقول كأنها حسناء تمشي خطوها بدلالي والبحر يغفو فوق شط ناعم ينساب حتى يلتقي بتلالي والنخل مثل الوشم في وحاتنا في وجنة الصحراء عبا الخالي والسهل مجدان بخضر مروجه والطير يعلو فوق شم جبالي لله يا وطنا نقشت حروفه جميل جدا ربما فيها شيء من التعبير عن ما هي الغربة وما أدراك ومن لم يجربها لا يعرفها طبعا ولا زالت إلى الآن أنا جربت السجن وجربت الغربة يعني لا زال السجن وأقولها مكررتها مرارا حتى في اللقاءات السابقة ما زال السجن في بلدي في وطني أهوى كثيرا معقولة لها الدرجة دكتور جمع؟ نعم في وجهة نظر لأن السجن من سجنك وحتى من قد حتى يصدر عليك حكم بالإعدام أنت شريك معه في هذه الأرض هو لا يستطيع أن يعملك ديبرتيشن أو إبعاد أو يطلب منك إقامة أو يطلب منك تأشير الدخول أو يسحب منك يعني أن هذه أرضك وبلدك هذه أرضك وأنا شريك معك أنت يمكن بحكم القوة الغاصبة قهرتني سجنتني قتلتني غتلتني لكن في الوجدان في الداخل أنا هذه أرضي ولعل إذا وقتك نسكيلك طلفة حسرت معي في المغرب تقبل كنت جالس في الرباط أنا وصديق اسمه السعيد الختالي كنا جالسين في مقهى في شارع محمد الخامس في الرباط جالسين صباحا نقل في جرائد نلتقي في العادة فجاء شخص وطلب بالمغرب يقال أرى قارو يعني ممكن تعطيني سيجارة شوف الباكيت السيجاير على الطاولة صديقي بحدة يلا سير بحالك فرد عليه لا أنساها قال لأنت اللي سير في حالك أنا أخويا في بلادي يعني هذا هذه الكلمة قاتلة هذه الكلمة لما قال لأ أخويا أنت اللي سير بحالك أنا في بلادي فقلت لأي ريتك أعطيتها الباكيت الدقاء كلها ولن صفعنا بهذه فشاهد أن الغربة قاسية وماذا عن غربة الوطن وحتى ما يسمى غربة داخل الوطن بس الإحساس بها أنت في وطنك هذه ليك هذه الأرض أنت جزء من كل دراتها توافقي كلام الدكتور ست محبوبة تقريبا تقريبا نعم لكن أحيانا الوطن يظلم مرات يعني ما قصدش الوطن كمثلا بلد يعني إن أقصد وطنك نظام حكم أو كذا أحيانا ينجبرك على قرار صعب أحيانا تلقى وطنك في بلاد الناس تلقى راحتك وكذا مرات أنا أراها بشكل أقل حدة من الدكتور للآن بخلاف مع ولادة بس زي ما قلت لك أحيانا تلقى وطن يوفر لك وطن بديل شوية كرامة شوية هدوء نفسي شوية منام غير قلق مرات يعني وماذا عن خيانات الأصدقاء أو بعض الأصدقاء يعني من كتب تقرير من وشى هذه الدكتور محبش يحكي فيها وممكن يزعل مني أنا مش هنسمي ولا كذا في فترة الاعتقالات عشية الاعتقالات اللي صارت في ليبيا اللي سموها الثورة ثقافية أو الثورة الشعبية كنت طالعة من الجامعة متوترة جدا لأنه جمعة كان عليه عليه سبوتلايت كبير أنه واحد منه سربت أسماء أنه فيه الطلبة اللي كذا ولي كذا فأنام ضايقة وخايفة أنه شو ممكن يسير وهل ممكن حال الترقب بالضبط ترقب طلعت في الشارع الاستقلال اللي سموه شارع جمال عبد الناصر نتمشى فيه كان فيه اثنين من صحاب جمعة جدا رفاقة يعني لما شفوني غيروا الطريق فخف التوجس كنت هذوم عارفين فيه شي خايفين من يعني عارفين أنه جمعة ممكن نسمعين بالأسم ما يبوش يقربوا من حد من طرف جمعة لما رجعت للبيت وحكيت لقالي هذه الأوهام نفس الليلة أعتقل جمعة وبعدها بسنوات هؤلاء الناس تولوا سلطات في البلاد وأصبحوا ضمن التركيبة وتنظيم وتركيبة النظام واستمروا معها لفترة طويلة لأنه في صوم المنية يعني خبرات شوية مخيبة للأمال ولكن تصير في الدنيا لا يقبل هذا الحديث خلاص مغير واستعاد صدقته بيهم بعد ما طلعوا وعلاقته أبدا يعني بالنسبة لي المضحلة لا يعني على الإطلاق أنا فقط اللي انتباهته طيب انتقلت لليبيا ورجعت لطرابلس ورجعين بأربع أولاد مشيتوا بولد أو بنت وحدة رجعتوا بأربع مشينا بريما وغسان وعيدة وعلا كيف كانت هل كانت مرحلة انتقالية سهلة وسلسة ولا تخللتها صعوبات بالتأكيد هي مرحلة كما ذكرت جديدة لكن أنا أحمد الله كثيرا على قيمة الصداقة أنا لدي صداقات وأنا أكرر ما يقول صديقي العزيز يوسف الشريف دائما العذيب يوسف الشريف المعروف يقول الصديق وطن فأتفرعان من دمجت في الوسط ورجعت إلى عملي في ذلك الوقت كانت المحامات الخاصة ملغية ألغيت الغذة في ألغها فكان في حاجة اسمها استشارات قانونية نعم مكتب استشاري فأنا وصديق آخر السيد دول منصوري كان معي كريما في أنه ساعدني بعد فترة الانقطاع عن الوطن نعم ففتحنا مكتب استشارات قانونية اندمجنا كانت في بيوت للبيع بالتقصيد عملها مشروع معين تابعة ضمال اجتماعي لما أعتقد اشتريت شقة وبدأنا نندمج شوية بشوية الأولاد أيضا بدأوا دخلوا المدارس بدأوا يكونوا صدقات وسارت بين الدنيا إلى أن جت وقاعة الواقعة لحظة فاصلة جديدة في حياتكم أحكي أن ست محبوبة شو نصار تستمر وضعنا نقول لحد ما طبيعي بس هو ما كانش طبيعي والد كان في خوف أنا شخصيا كنت كل ما نشوف في التلفزيون ويطلع لم ترتاحي يعني أنت نفسيا جسمي كل ينتفض لما نشوف يلقي في خطبة والله كأني حاسة أنه في شيء ما زال يرجى فينا والله جيني أحساس سنتين استمرت للقصة إلى أن كان رمضان كان عندي الضيوف كان من العيلة يعني سيلفي وعيلتها جاء تلفون يبو جمعة في المكتب لبس ودخل في المطبخ ووري فيه لبسه ووري فيه أنا عادة ألاليش فيله كل ما لابسه أنا شريته منها ما فيش مشكلة وراني حلو اللبس حلو وقال لي يكلمني الأستاذ ضو ويبوني في المكتب المشي هديك استمرت سبع سنوات سبع سنوات وشهرين بالضبط كيف تصرفت أستاذ محبوبة كيف يعني هو الأول الأول شيء الحمد لله أنه عائلتي وعائلتها ناس متمثكين جدا يعني وقفتهم بصلابة حوالينا كانت فعلا الدعم الأول والأساسي الباقي كانوا أولاد يعني ما نقول لك أنه منزلين يعني تعبت وراهم يعني فعلا كان فيه طيبة في طبحهم لين حصل شوية كذب في العيلة يعني نكذب عليهم أنا الصغير بالذات مش كذب هو نوع من التمويه أنه وين بابا وماشي مسافر عائدة نفس الشي ما عطيتها كلام صريح أنه حتى يعني يشتغل برا يشتغل كذا خايفة نقول للسجن لأنه يسمعوا أنه يدخل السجن هذا المجرم اللي سرق اللي كتل اللي كذا سجن الرائع في ليبيا تبت تحافظ علي صورة الوالد طبعا بس في مجملها فدو أنا اللي الآن نقول لهم أنه ما تعبوا مني شأولادي على الإطلاق وأشكر الكتاب في هذك المرحلة مرحلة قريت فيها كتب لا تحصى ربما حتى تشيلي تفكيرك أو عقلك عن التفكير لأنه اللي صار مثلا حصلت إهانات في زيارات لما نمش لزيارة كم مرة شفتي خلال السبع سنوات سبع سنوات ثلاث مرات مرات وبواسطة كبيرة بالأولاد ولا بسبرو لا بالأولاد الأولاد ومرات العيلة حد من شقيقة محمد أو علي رحمة الله علي مرة والدي والدي منعوها ما خلوهش تدخل خلوها بره والدي والدي ما خلوه مش كتش مهمة شخصية المرأة أنها تكون أو الزوجة تكون قوية في المواقف هذه أنا أعتقد أن من ضرور الإلاث مهمة جدا جدا دكتور جمعة هل شعرت بالخوف في الاعتقال الثاني ربما أكثر من الاعتقال الأول أنا أكون معاك بأمانة صريح وهي شاهدة عندما رجعت في 88 لم أكن أثق في أن هذا النظام سيفي بوعودة بمدام راودك الشعور هذا لماذا أعد أولا أنا كنت انخرطت في المعارضة أو ما أعرف بالمعارضة بأشكال مختلفة واجتهاداتها لأحترم فيها أي رأي أنا من نوع اللي وقدر أي اجتهاد بس بالنسبة لي أنا وصلت إلى مرحلة تكاد تكون أسوأ من اللي نحن فيها الآن من صراعات ومن تنافس على زعامات أوهام وقصص ولعبة دولية ومخابرات يعني اختلط فيها نعم حوابل بنوابل فلم يعد مجدي كنت زي ما قلت نشتغل في شغلي لكن في هذا الواسط قريب يعني الأفق ما كانش واضح فانسحبت تقريبا وانتهيت بشغلي وبعدين إلى متى أذكر شيء لا أنساه يعني فعلا سبحان الله كان شقيقي الله يرحم عني في زيارة البغداد وجاء عندنا في البيت تعشى عندنا بعدين هو يحب يتمشى الله يرحم قال لي هيا نتمشو فروحنا نتمشو فقال نسأل وعلي هل أحواله ليبيا قلت لشوف يا أخوي أنا هنعطي سنة سنة أخرى وهنرجع وبالتعبير بالتعبير الحرفي حتى لو بيصنخوني بيبرع يعني مش بيصنخوه بيبرع ده مثل شعبي يقول لك فلان يصنخوه بيبرع تصوري المعاناية فقلت لها أنا خلاص أولادي كبر وقطرت تساؤلاتهم وجدت الوفق فقررت بعد هذا الحديث اللي نحكي لك عليه في أقل من سبوعين ثلاثة أصبح أصبح الصبح موضوع أصبح الصبح في أبريل أبريل أذكر محبوبة أنا كنت نشتغل الصبح تسمع في النشرة أو شيء من هذا النوع جدت قالت لي نقول لك حاجة أصبح الصبح أصبح أصبح الصبح يعني حلم مثل قلت لي القداف يطرق المساجين كله من المساجين قلت لي يطرق المساجين عادنا عادنا تتبعوا في الأخبار ففعلاً قررت رجوع جيت وأنا غير مطمئنة معناتها لكن خلاث مثل ما ذكرت لك أشيبي نعم طيب اللحظة اللي اللي عرفت فيها أنك أنت اعتقلت يعني حنعود ناس إليك هل شعرت بالخوف بالتأكيد أكيد لكن مش بالخوف بالمعنى الخوف مواجهة المصير لأن أنا مع عمل معي يعني أشبه يكون بالخديعة جاءني ضابة شرطة شرطة المدنية ومعه واحد آخر وقالوا البوك في مركز الأوسط مركز الأوسط هذا مركز شرطة نعم وفي الحقيقة هما من أجهزة معينة واستدراج نعم وحصل لكن ما كنتش مطمئنة ليهم ولكن حصل هذا الواقع لازم تواجه أولاً يجب أن أعترف وهذا أمر لله والتاريخ أني أنا ما قسرتش فيما يتعلق باللي نقدر نديرها ضد النظام السابق اللي ما نقدرش نديرها بس ما يدرتاش من جانبي يعني هذي حقيقة يعني بكل من الوسائق حوالي جميلة جداً والله حطيتها اللي أستطيع هذه أمانة يعني يعني وبالتالي فأنا لدي اختيار نعم وهذا الاختيار يرقب عليك مسؤوليات نفسية فإنك أنت بتواجه مصيرك نعم هذا من جانب طيب في النقطة هذه عندي لك سؤال دكتور جمع ما تندمتش ما قلتش حرام أنا هذا قرار خذيته حيرد علي بربما نتائج وخيمة بس مش علي بس وعلى زوجتي وعلى أولادي ما شعرتش بتأنيب الضمير أن هذا خيارك زوجتي كانت مشاركة هي شريكة في هذا الأمر أنا لم أجبرها على شيء بل كي كانت لدي نتيجة تأثيرك أنت لا كتابة كتبت ونشرت مرة اللي نهدي فيها يخي نقولها ركحي شوية نعم يعني حتى هي مقصرة يعني هذه الواقع يعني مش لا كانت مددمرة ولا كانت معترضة كان عندها يعني اقتناع بأن ما يحدث لديبيا هذا على الأقل اللهم هذا باطل طيب خليني نحط لك السؤال بطريقة ثانية لو يرجع بك الزمان تعاود نفس الشيء وما تغيرش قراراتك والله أخشى لو نقول لك نقول لك شاء الله نعاود طبيعة تركيبتي النفسية وطبيعة بنفس الظروف نعم نعاود وهذه حقيقة يعني ما فيه شعور بالندم يعني ما فيه شعور بالندم مثلا يريتني ما اتجوزت وأنا سببت فيه مشاكل زوجتي وأولادي أنا أذكر أني وهذه حنقولها أول ما عرفتها لقيت عندها صورة عبد الناصر في التزدان بتاع بتاحها يعني وأنا ما كنتش ناصري عمري ما كنت صحيح عندك ميول أخوانية كانت في البدايات البدايات صحيح أنا فجأت نعم صحيح هيا لنضع الأمور في نصابها بدون مبالغة وبدون تفضل في المدرسة الثانوية في طرابلس كان فيه إحنا شباب كان فيه نصات وفيه جرائد حيطية وفيه انتماءات هذا يقولوا بعتي وهذا إخواني اقتربت من فكر الإخوان بالكتاب قراءة وأكثر الكتاب اللي يعجبوني فيما يتعلق حتى لو يسا فاهمي راهم التربسين كثيرين ما يتعلق بالأسلوب بالأسلوب والكتابة الأذبية الفنية سيد خطف سيد خطف طبعا تصوير الفني في القرآن أنا انت عملت معه بهذا الجانب السياسي بعدين في المعالم في الطريق لكن فعلا وهي فتحة مرحلة مبكرة هذه في أولى تنوي يعني يعني مصير مطفلي يعني بصراحة 16 سنة لا نعي حتى شين معنا لانتماء الفكر لا لا أكيد ولكن بعدها مباشرة أم تتخليت عننا الفكر بعدها بعدما انتقلت للجامعة تحديدا بعد توجيهي المرحلة كانت في ذلك الوقت مرحلة اليسار نعم حرب فيتنام ثورة الفلسطينية ثورة ثورة الطلاب في فرنسا كان الجو كله يتجأ تحرير فلسطين نعم منظم التحرير انطلاق المقاومة اقتربت طبعا لم أنتمي حزبيا نعم حتى هذه اللحظة إلى حزب وربما بحكم شخصيتي فيها شوية تمرد فيها عدم انضباطية فيها ما نحبش يعني حدي يوجهني نعم كان فيه شعار متداول في الأحزاب اليسارية وفي اللي يقول لك نفد ثم ناقش نعم في اليسار نعم كانت معتمدة نفد ثم ناقش أنا ما فيش حاجة نفد ثم ناقش يعني إذا نفدت شو من ناقش خلاص ما عاش فيها من ناقش يعني هو هم تبريرهم أن يعلمك معنى الانضباطية والطاعة ما تلجبت لك يعني نعم ففعلا كان عندي اقتربت منها وقرأت كثيرين من الكتاب الإسلاميين أو من صنفه فيما بعد بالإسلام السياسي سنرجع للنقطة الإسلام السياسي بعدين لكن توا نبي نرجع بيك لسنوات السجن تخللتها لحظات نسميها كوميديا سوداء مثلا موقف من المواقف اللي حكيت عليه في كتابك موقف حلاقة الكزة صديقك في الزنزانة حدثنا عليها كيف كانت نعم ومثل ما ذكرتي هو السجن فيه جوانب فعلا فيها كوميديا ممكن حتى مو السوداء كوميديا الضاحكة والمضحكة نعم يعني أنا أذكر أني ضحكت في السجن بعمق أكثر مما ضحكت برا موضوع أخوي رضا الكزة نعم هذا مهندس تخرج من من كندا في النفط في الأول إحنا بقينا في الإنفرادي نقولولا السجن الإنفرادي بعدين واحدة من التغييرات حولونا فحطوني أنا وياه في دار يسموه جماعي يعني أكبر شوية بس بروحنا نعم بس والسجنية تتعرض من حين إلى أخلي لحملات حملات عنفه تأديبه تخويفه بطبيعتها نعم يوم من الأيام عملنا ركبه فينا في القاطع نسموه كف ركف أطلع أمشي هاك فتح علينا الباب كان الوقت ما بين العصر والمغرب وما فيش كهرباء في الحجرة ما فيهاش ضي نعم بس فيها كيزي روشن صغير صغير يضي الدنيا بادي يتظلم وقف علينا واحد اسمع عبدالقادر التوارغي كان شكله مرعب هو واحد الجلدين القسات يعني مدنا لمتة ووحدة فيها اللي تبرم فيها لمتة القديمة وقالي عندكم عاشد قايق حلقوا بعضكم حلقوا بعضكم وسكر لأنه نهاركم أسود لو نجي ما نقل كيف ينحلقين حول الله كيف ينجدون يا رضاء ورضاء أصغر مني في السن وحتى عيونها الخير مني أنا أخذوا نظاراتي في بداية دخول السجن ورفضوا يعطوها لي نظارات طبية نعم عطولي بعد أربع سنين تقريبا رقيتها معاش تصلح بي طبعا لأنه نزل للنظر صار عندي مية بيضة فهو رضاء شندير وجبنا الصبون وغسل لي راسي وضل لي واحدة وحلقني حلقني هو بد بعدين عدا جي دورينا بالحلقة وسل راسه وبروحه وجيت يعني درت فيه شوارع هذك لما اتي تيالي تطلع بجلدتها كيف فراسه تم دم دم كبير لدرجة لما رجع علينا هذا السجان هذا راف بحالته قال لا لا يرسول لا يرسول غره كان الراز المسكين وشالله يسمحني عليها كتبت عليها كتبت عليه في المذكرات قلت بعد أن استحال رأس الكزة إلى ما يشبه الدلاع التي انقلبت أحشاء على قشرتها هذا اللي حصل يعني يعني الدلاع علي مفطيخ الأحمر يعني يطلع على اللون الأحمر يدلع علي مقلوبة يعني يعني هذه واحدة من المواقف المأساوية المضحكة أيضا وضحكنا عليها يعني في ذلك الوقت في نفس اليوم مجفف ونحن نضحكوا مفارقات الغريبة الشباب أحيانا لسبب بسيط ياخدوه طلعوه في اللار يعطوه فلقا يقولون يضربوه 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 بعدين يفتحوا الباب يجي يجري يبرد رجليه ويضحك واللي في الغرفة يضحك يعني هذا ربك من مقاومة يعني يضحكوا على الموقف ما سويته هل تعتبر سنوات السجن سنوات حياتك والله لا أنا أقول لك مقارنة بقام ما ذكرت بالغربة لا لا أعتبرها الأصعب بس يعني كانت قاسية وأكتر شيء فيها القاسي هو انقطاع الصلة والاتصال لم أكن أعرف شيء الاتصال لا تصلكم أخطار يعني يعني قلت لك ثلاث مرات بواسطة وسريعة زيارة في الإدارة هناك ولا نعرف أي شيء أذكر مرة من المرات التدليل في واحد من الحرس الخيرين توكا يعني فأخوي محمد يعرف واحد أيضا اللي علاقة بخيري قالت اللي كان ماسك السجن فأخذ ملخوي محمد نسموه الزيارة اللي بعض حاجات ساكو مشي يدخلوا لي في السجن وأنا نشوف في الساكو لقيت فيه ثلاث صور أطفال أطفال شفتهم مش أطفالي سبحان الله كيف تغيروا كي يعني بقيت نشوف فيها حائرة مش لابس نظارة لا هو بعدين اكتشفت إنه هو أعطاه الحاجات حطهم في ساكو هو الرجل والصور صور أولاده هو أولاد الرجل نسيهم نسيهم في ساكو فيه ثلاث صور أطفال ومرة وصلتني عن طريق الأستاذ ضو وصلتني معاه رسالة صور الأولاد واحدة من توكات واحد من جماعة أعطاه الأستاذ ضو نعم دخل لي الرسالة هذه الرسالة قريتها كان في حملات تفتيش نعم تحصل نسمعوا بها مرة مرة وهو نفس الحرس قال لي رسالة مزقها عرقها خايف على نفسها هذه الصور فيها صور الأطفال طرج عليها واحدة من الحملات نسمعوا فيها في غرفة جيت على طول شركتها شركتها خفت على أسف الشباب أعطوها في دسوها في تركينا بحيث ما تبانش حتى لو دخلوا ما صارش ما جوناش في الغرفة طلعتها وبدأنا الرقعوا فيها من جديد نبتوا فيها يدلولها جيل الشباب في شمعة مش عارف شيني تسيلها وتديرها زي اللصقة وتديرها كذا بش نحافظ عليها أكتر فهذه القسوة اللي فيها نعم أيضا هناك جانب آخر رأنا الأوانة تحدث عنها هو ألم داتي مش قسوة ولا يعني أنا وجدت ضحايا وجدت شباب يعني استهواهم هذا الفكر المتطرف وهم شماب طيبين لا يعون شيء وإنما ما زرع في أفغانستان يعني مثل كسيتك حفظينا أشياء وكان فيها عنده عنف خلقت فيه حالة عنفية إنه هو اللي على حق وإنه هو اللي على هداية طبعا وإن الآخرين هدو مضالين وإنه هو يجب أنه يصلح الكون كله الكون كله والعالم كله وهم سكين بسطها نعم وما كانت نهايتهم في المدبح الشهير هذه البعصفة نواصل دكتور جمعة عن تجربتك في السجن وكنت تحكينا عن جماعة الإسلام السياسي جماعة الإسلام السياسي لو تعطينا يعني تشرحنا لأن الناس وجده تعتقد أن جماعة الإسلام السياسي ينتموا إلى فكر واحد وتوجه واحد ولكن هما في الحقيقة أشكالي يعني لو تعطينا لا هما بالتأكيد وتصنيفهم بأن هما واحد لا ولكن أيضا هناك حقيقة يجب أن نقر بها وهي أنهم في المدى البعيد يتفقون في أهداف لي فكرة التمكين نعم الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولكن للتنوع الآخر مدارس وتكوين وخلفية نعم ما يختلف فيه ما يسمى في نفسه من الجهاديين في ذلك الوقت نعم مع التبليغ والدعوة مع السلفيين تصنيفات ذلك الوقت أغلب الشباب اللي أنا وجدتم وعشت معهم أغلبهم انتموا داخل السجن وهذه أنا حقيقة مسؤولة عنها أغلبهم حصل في أواخر التسعينات في أواخر التمانينات التسعة وثمانين ما سمي بالصحوة الإسلامية نعم وانتشرت أفكار وبدأت ضخ في هذا الاتجاه كثير من الشباب استهوتهم لأنه تدين حفظ القرآن بعضهم كانوا يعاني حتى من انحرافات سلوكية نعم فتركها واتجه نحو الصلاة ونحو نعم هكذا يصلي في الفجر جاءت الحملة بتاع التسعة وثمانين وكانت هذه أحد الأسباب الكاريتية ضمتهم كلهم وجدوا أنفسهم في السجن ودون معرفة لا محاكمة لا من مصيرهم لا شو يعملوا في السجن نفسه هناك أشخاص كانوا قليلين كانوا في أفغانستان تحديدا لما جوا في السجن سجنوا بعضهم استردوا بعضهم وابد عليهم وراجعوا بعضهم دخلوا السجن ووجدوا طربة خصبة وجدوا شباب محبط حتى اللي مش داير شيء لقى روحها مصيرا مجهول مش عارف شين يحصل عندها ما فيش أي ضوء في نهاية النفق فيريد أن ينتمي فكانوا يستقبوا كانت مجموعة استخطابات كانت رد في الطبيعي تحسها إلى حد المان طبعا الحس الجو هذاك يريد حماية ولقل يريد أن ينتمي إلى مجموعة أن تحس بأن حماية طبيعة إنسانية في داتا بدأوا يستقطب بدأوا الاستقطاب في الداخل النظام أيضا اعتمد الطريقة الأمنية الصرفة ولم يعترف بغيرها أرمي في قطرة خليهم ممنيني مرة أعلنها للدافي قال هؤلاء أهلهم عليهم أن يعتبروهم زي المصاب بالسرطان الدرجة الرابعة خلاص يأيسوا منهم نعم وأنت تعف المعالجة الأمنية أنا في رأي الصرفة نعم لا تؤدي إلى استفعالهم لا هي لا تؤدي إلى إنهاء الفكر المتطرف بدون شك بالعكس بل تجد التطرف تكف اليد بس عن العمل الإرهابي نفسه ولكن الفكر موجود طبعا وبالي يزداد التحدي طبعا لذلك الطرف المتطرف طبعا بنبي نسأل سؤال عن السجن والشعر هل يلتقيان؟ أول بداياتي مش أول يعني بمعنى الشعر بدايت نكتبه في السجن قبل لما كنا أهتم في السجن أمانة أنا وجدت نفسي يكي بنبي شيء ندافع به عن ذاتي نعم بنبي بوح معين ممكن يتيح لي فرصة أني أنا على الأقل الأنين حول الجرحة يعني اللي موجود فأذكر هذا الدواء كاملا تقريبا ما عدا بعض قصايدة حربتها في قطعة قماش وخيطتها على شكل شكارة بتاع دواء أدوية مصاب لعندي السكر حطيت فيها الأدوية منعا أو خوفا من حملات التفتيش للممنوع الورق فكتبتها ببير ومتسلل نعم كتبتها على طرف صورة قلولها الشرشاف الأبيض وقاعدة الآن موجودة في مكسبي معلقة وأول مطلعها أعملت لها إطار دخل للبيت مدها لي وقال لي خلي بالك مشكارة هذه أنا دخلت للدرف تحتها لقيتها دواء مصر عليها نعم وخبيها وخليها في مكان مش عارفه شوان الآن راحوا الناس ونفض المكان وجاء بدأ يفك فيها نعم مش يطلح توسع 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 تقريبا نص سلطة ثلاث أربعة طاولة يعني بكي بتاع برواز أني عملتها برواز يعني بماء نعم برواز كبير تجي ومكتوبة بخط يعني دقيق صغير أنت بكي تقول حد يتملل على حد شنو تصغير تقريبك من مشاعر لما تشوفها توق والله فيها حتى أثار رطوبة بتاع المكان ما زالت موجودة في اللوحة فيها نصاب حتى النقل عنها يعني أثار الرطوبة متاحها تستحضر فيها ذاك بس أنا من النوع اللي ولله الحمد ودائما نقول فيها لأصدقائي نعتبر أن فترة السجن تات حتى جاربي نعم لا أحب أن تأسرني يعني حصلت لناس كثيرين أسرتهم ووقفوا عندهم نعم وأصبحت هي محور حياتهم أنا كنت نبي نسأل حتى لما كتبت كتابك عن السجن والغربة وتطرقت فيه إلى أحداث كثيرة في السجن كيف كنت تشعر وأنت تكتب يعني استرجعت شريط والله كلها من الذاكرة طبعا أنا كتبت الواقع في خارج ليبيا في 2007 فبدأت في كتابتها من الذاكرة ولم أكن أدري أو أتوقع أن تنشر أنا كنت نكتب فيها فيها ذاك الوقت نعم للتوطيق يعني نعم خليها وفعلا كان مقرر نخليها عند ريما في بيتها نعم نعم وفعلا تركناها عندها يعني وواحد قاعد عند ريما نعم على أساس لعله وعسى بعد أن يحين الأجل نعم ينشر بعدين بعد وكتبت بروح أني أنا مش هينشر طواب وبالتالي كان فيه لأن لو بنكتبها وهذه حصلت لبعض الأصدقاء كتبوا حتى مذكرات في ظل النظام السابق بس كانت المحاذير كثيرة فتكون انتقائية بعد وعلى حساب الحقيقة والرقيب الداخلي طبعا يشتغل كل ما تشعر هذه أولها هذه لا فكني منها هذه حطة وهذا تعرف شوه طبعا يعطيش الصورة كما هي المفروضة أن تعطي طبعا وخرجت من السجن أستاذة محبوبة دكتور جمعة خرش كما دخل ولا؟ إلى حد ما طلعا يعني في شوق الأولاد والبيت والكذا بس الحمد لله يعني ثقافتا شغال محرج شوية ثقافتي أنا قدرة على امتصاص لأنه صارت مش عنا يعني صارت مش عنا يعني صارت مش عنا في أحوال مشابهة نعم يعني نعرف حالات فيه وصل حد الانتحار في أحد من وأصدقائنا يعني أو شي طبيعي يصير الحاجات هذه بس الحمد لله حمتنا العلاقة الخاصة اللي بيني وبيبنا نعم العلاقة القوية نعم شوية بسيطة صارت يعني ساعات لما الأولادي تلاقوا جنبي يحكوا معايا يقول تهمسوا وتبونيش نسمع يعني حاجات مضحكة مش حتى مشعرتش أنه ربما أحتاج لإهتمام وعناية أكثر من قبل الأولاد تولوا معايا يشكو لك حيقولوا لك أنه تركتنا وهتمت بها أكثر صارت غيرة يعني نذكر وأكثر واحد علاء علاء لأنني تركتها صغيرة تركتها يمكن سنة أو شوية يعني صارت واقعة في سويسرا في جينيف فالمهم إلى الآن هو قريب من أمة كثيرة فحتى مرة من المرات ديما الولد الذكر يعني قريب من الأمة مرة من المرات كاني كاني وش وش لها يحكي لها واني موجود قلت لأسمع قلت أروني أبوك موش رجل أمك في الأيام الأولى كانت صعب يعني إحنا على طول بعد طلع جمع من السجن رحنا لسويسرا عندها عملية ضرورية عيونها المهم في المستشفى كان جمعة مريض تعباني بحد جنبها يعني مستحيل نقدر نسايبة علاء قال لي أبداً ما تقاعد معك روحي بالفندق يا ابني هذا أبوك لا أمتي أمي ترو طيلي وكان مسكين الولد شهرين مني لأنه فتح كبر ولي مش موجود صحيح كانش كيف تتركني وتقضي مع راجل غريب فجأة يعني طبعاً لأن الخروج من السجن حدث فجأة حدث فجأة ولكن الحمد لله كان سيلفي سالم موجود قال لي روحي معلاء وأنا أنا قاعد معه في المستشفى ما فيش مشكلة ورجعت معلاء تركت جماعة مشيت معنا اللحظة تخرجك من السجن وتوديعك الأصدقاء في السجن والله من أصعب اللحظات هاي تقدر تقولي عليها صعبة أصعب لحظات السجن وهذه عشتها مرتين يعني في 73 وفي السجن هذا نعم يعني أنت عشت مع ناس سنين وسنين وسنين وأصبحوا عندك يعني جزء منهم جزء من حياتك فجأة تخرج وتتركهم في ذلك المكان وبنفس المعاناة صعبة كانت حقيقة يعني أذكر أنا يوم عرفة نعم ومش متوقع الدنيا أطلعهم وجه الحرس ينادي بالإسم فضل قال لي عندك بدلة عربية احنا كانوا أعطينا بدلة السجن في واحدة من الحملات التفتيش الأخيرة جردونا من كل شيء قالوا عندنا بدلة الزرقة هذي بتاع السجن فقلت له ما عنديش قال لي حتى كان عندك داسة طلحها قلت له الله هي ما عندي فمشي لي دار تانية وجاب لي البستها وقال لي ضم حوايجك واطلع توها الخروج فيه احتمال إن بينقلوني سجل تاني في فودعتهم سلمت عليهم وخلت لهم الحاجات اللي أنا مصدغني أنا فتسليمت عليهم وني حتى مش عارف ونمشي كانت من أقصر لحظات مرت بي أمانة أكيداً لأني هما طبعاً فرحنين والحمد لله وربي لكن لا بده شعره بالحسرة في نفس الوقت صح بالتأكيد وفي نفس الوقت اللي سجين بطبيعتها لما يشوف حد أفرج عنا يتأمل خيراً بمعنى أني أنا حنكون زيها يومنا صحيح صح كيف تأقلمت بعدين لما خرجت نفسياً عندي استعداد للتجاوز نسمى قلت لك دائماً لا يشدني شيء للوراء بقدر اللي كاني نعم منا كنتش أسير لحدث ولا دايج يعني هذي التجربة أعتبرت هذي هدى ونعمة يعني وأذكر إن عبدالله السنوسي كلمني بعد ما طلعت بفترة قصيرة طالعاً يعني قالوا لي بيشوفك قابلك مشيت لا وبعدين قال لي مثل بدوي قال لي جمال ما ينظرش اللاورة أو شيء من هذا الكلام نعم يعني بما أنه يعني تجاوز المرحلة ومشي هكذا الأمانته والرجل له في يدي مصيره يعني وقلت له أنا فاندي عبدالله أنا روما ننظرش لاورة فهذه ربما في شيء من الإجابة كيف تأقلامت نعم ورجعت لما أنتي رجعت للمحمة واندمجت طبعاً ومع هذا دكتور جمعة عاودت الدنيا ودارت بيك ولقيت نفسك في السجن للمرة الثالثة المرة الثالثة طبعاً كانت ربما أقصى مرحلة هي مع أنها لم تدم إلا أسابيع يعني نعم فترة قصيرة لك كانت قاسية ليش؟ ملهاش مبرر لماذا؟ كانت نتيجة شوشاية نتيجة حقد وركبات معينة من شخص كان نائب عام سماعت أنها كانت نتيجة محاضرة ألقيتها أم لا؟ هذه تراكماتها لكن القصة التي هم ظاهرياً أبرزوها كسبب هذه المضحكة يعني أنا فعلاً سهمت في النشاط الثقافي وكنت لا أخفيك حتى في جلساتنا نحن كنا ننتقد ونتكلم ونعلق في المحاضرات فأنا الحقيقة اندمجت في هذا الجو وعملت محاضرة عن العنف الرمزي أو العنف اللفظي في المجتمع الليبي ظاهرة وشخصتها كظاهرة وجيبت أسبابها وهو الحسن الحظني الناشرة في كتاب أراء ومواقف منشورة المحاضرة نعم بس بعدين قامت القيامة نبي نرجع بك لنقطة قلت أن اعتقالك الثالث كان الأصعب الأصعب أول لعدة أسباب لم يكن هناك له مبرر يعني أنا ليا 21 سنة في البلد يعتقلوني لأني أنا متهم بتجريم الحزبية الانضمام إلى تنظيم غير غير قانوني ومعادي لثورة الفاتح قبل 21 سنة أنا رجعت وموجود كاتبين المخابرات رسالة يقولوا فلال فلاني عضوا في جبهة الإنقاذ وعمري ما كنت عضو فيها نعم وليس لدينا ما يفيد بأنه قد تخلى على التنظيم ربما كانت هو شيء قلت للم أنت بجيبوا لي دليل واحد على أني أنا في التنظيم هل شعرت ربما أنك ستقترب من الموت بالاعتقال هذا؟ هو أصلا التهمة الموجهة لي في الأولى وفي هذه عقوبة الإعداء يعني هي حرى ودك شعور أنه ربما جايني هو أستاذ فدوى نقول لك أمانا ولا أدعي فيها لشجاعة ولا بطولة عندما أنت توضع أمان ظرف معين لم يعد أمامك إلا أن تواجه في أسوأ أحوالك بس كيف تواجهه أنت يعني في السجن يعني بدون إرادة مسلوب الإرادة تواجهة نفسيا أمام نفسك أسوأ سقوط هو أن تسقط نفسيا في الدخل صحيح هذا محدش يقدر يعوض لك صحيح لكن أنت تماسك وأنك أنت في النهاية بكل يا سيدي تسلم أمرك لله صحيح لكن هي في التهمتين الإعدام يعاقب الإعدام كل ما ننضم إلى تنظيم يقوم على فكر معادي تورط الإعدام أستاذة محبوبة ما قلتش في عقلك يعني بينك وبن نفسك بعدها الاعتقال الثالث يا جمعة أمتها وشنو أخرتها هو الاعتقال الثالث زي ما حكي الجمعة يعني كان أخطر واحد وأصعب واحد وأنا شخصيا كنت خايفة موت أكتر فترة خفت فيها لدرجة أني يعني فقدت عصابي فيها يعني قبل في الاعتقالات الأولى أنا اللي وقفة الأولادي الأخيرة هم اللي نعم وخصوصا أصغرهم على على هو اللي ساقبوه في السيارة خلاه وده لل لبيت المكتب المحامي عشان يمشوا للمكان اللي اعتقل فيه يعني على هو اللي رجع ويقول يا ماما سوفار سو جود ما تخفيش وأنا لا كنت خايفة كنت وصلت لمرحلة خلاصة نعم من كثرة الضربات من كثرة الضربات يعني نذكر أني أنا كنت نقبض في الحياة ونقول لي عيب عليك يا ليبيا عيب عليك يا ليبيا عيب عليك يا ليبيا يعني الناس يجون اللي قوي ديها مضربات من الخط ما ندريش على هو حيش كنت ندير فعلا أنه فيه شيء يخوف من رأس اللي هو القذافي فعلا بعدين عرفنا وتأكدنا أنهم قال لهم خلاص مدم التهمة هذي ركبتها قلت له عدموا هذي حقيقة يعني عكدها واحد من أصدقاء جمعة فهذي كانت فعلا أصعب رغم أنه اعتقال صغير يعني ما طولش بتاع الأسبوع الثالث الحمد لله طلع بس كان أصعبهم وأقساهم على الإطلاق نعم كل مرحلة عياتنا كوم والمسكة الأخيرة هذي اعتقال الأخيرة كوم بس الحمد لله اللي كانت فترة قصيرة الحمد لله نشوف الدكتور يدور في حاجة هي الحقيقة يجب أن لا ننكر الحقيقة في ذلك الوقت النظام والصراعات اللي فيه كان سيف الإسلام كان ليه دور في اعتقالي الأخير الأخير هدفي أنه هو دور إيجابي دور إيجابي دفاعي قوي حتى مع والدها فكان سيف دافع بقوة وقال لي أنا قال لي فيما بعد في حادثة أخرى قال لي أنا والدي تعركت معها علشانك نعم كان مؤمن ببراتك يعني يعني يعرف أن المؤامرة رتبة موسى كوسا من مصراتي يعني مرتبة ترتيب وهو نفسه حسب ما قال سيف قالهم كانوا هو هذا اللي مدائرة هم فبركين قصة مضحكة هي في النهاية ما تركبش يعني بالعربي فقالهم كانوا مدائرة يعدمو لكن كانوا مدائرة يعدمو هكذا هم طبعا ملكيين أكثر من الملك فهذا اللي خلها هذه يجب أغفلها يعني دور سيف الإسلام نعم لأنه فعلا وجريدة أوية في ذلك الوقت كان رئيس تحريرها الأستاذ محمود أبي سيفي صحفي كانت عاملة الحرية لفلان بالصورة في أعدادها اليومية في الصفحة الأولى حوالي يعني فترة اعتقالها ليه ثلاثة أسابيع كان إصدار يومي طبعا بمباركة من سيف يعني يعني لا أطلب منهم ولا ألوه مننا واحد يديرها بس قصتي إنه هذا دورها نحن نحكو تاريخي صحيح نعم صحيح مضى ولكن يجب تحفظ هذه الأشياء كل إنسان شنو كنت تدور يا أنا كنت تدور في ما أشرت إلي حضرتك نص قد يغنينا أنا كترت تدور شوية نعم لا لا تفضل تفضل ها نحن اسمها فجر وغيوم ها نحن بعد وصال الحب نفترق ويسكن الحزن في الأهداق والقلق ما عاد طيب الكرا يأوى لمضجعنا صار الأنيس لنا في ليلنا الأرق هبت علينا رياح القهر عاتية وحاق بالمركب الطوفان والغرق رمى بنا الموج فارقنا أحبتنا سنين مرت وما اكتحلت بهم حدق فلا سلام ولا علم ولا خبر حتى المكاتب لا يأتي بها ورق والطيف إن جاء في الأحلام مرتعشا مثل الفراش بوهج النار يحترق سنابك الرعب قد داست مفاصلنا العين ترشد والأسماع تسترق فإن تذكرت فالذكرى تعذبني أحش سحما سرى في الجوف يخترق وأن قلبي غدا قطعا ممزقة كباري الخرق لا يجدي بها رتق وإن هتفت إذا ما الشوق غالبني مات النداء ولما بعد ينطلق يا من يبلغ يا من يبلغ عني من صبابتهم كالماء فوق له بالجرح يندلق بأن حال فؤادي منذ فارقهم يأتي به الصبح ليمضي به الغسق فلا قرار له عندي ولا معهم تعاكس الضرب واختلفت به الطرق وأنه رغم جنح الليل مرتقبا فالليل تعقبه الأصباح والفلق لا يشتكي القيدة والأثقال يحملها فبازل العير لا ينتابه الرهاق جميل جدا هذه ربما تجسد الفراق والقرب والمعاناة فيما بينهما هذه التجربة رائعة بكل ما حملت من آلام ووجعات وعندي بعض الصور بكم تعطوني بس تعليق سريع على كل صورة منها أنا في البحرين في ولادة فهد مع بنتي عيدة وأحفادي محمد ولمار صورة عائلية هذه كانت نكسى عيدك ما نتلاقوش في الأعياد عيدة في مكان وحنا في مكان ابني غسان القميص الأبيض علاء هو اللي واخذ السيلفي وأنا وريمة حبيدتنا الأولى دانية بيني وبين جمعة ومريا صغيرة نعم صغيرة هذه في مالطا هذه حديثة جدا سنتين لها لو نقول لكم شنو الأرث اللي حتخلوه أو خليتوه الأولادكم المعنوي اللي حتخلوه الأولادكم في جملة بسيطة هلو المعنوي كويس نعم الثاني ما في شيء لو تسألي على الثاني لكن المعنوي هذا طبعا يعود لهم هما وهذا البلعوت هذا الصغير هذا هذا على أقول لي لأرثك كتب من بابا قولها ما ينفعني شغل نعم يقول لي كتب معاشي نشوف نعم صح حاجة غير طالع ست محبوبة شده لي على الأرث والله الحمد لله يعني اجتزنا مراحل صعبة مع بعض يعني جواهر بالنسبة لي تعتزي بيهم أكيد ومصدر فخر لكم أكيد الحمد لله كلهم وأولادهم يعني فرجت القلب فعلا يعني مستراح الخاطر أولادي الحمد لله كلمة أخيرة ليبيا شانو تقولوا ليبيا ليبيا شا تقولي لها في كلمة يا نغما في خاطري ليبيا ليبيا حبيبتنا يعني حبيبتي ليبيا بلادي وتظل يعني قلبي اللي قلبي اللي عيشه بي فعلا يعني نعم تفضل دكتور نس قصير لليبيا تفضل أميرة الحب والصولجان لك المجد أنت أميرة هذا الزمان لك السولجان فأنت الأميرة وأنت المثيرة وأنت حوافر نقع الرهان لك الحب أنت انسهاب الشعاع وأنت ارتعاشة فجر الجهاع شعوبك ورد تفتح في عاديات الرداء وثغركها لتضوء شفيف عليه ارتسامات دفء الحنان وأشهد أني أحبك أحبك شقوة عمر حزين أحبك وعدا وثوق الرهين أحبك زفرة هم مكين وأشهد أني عشقتك حتى النغاع فماذا تريدين مني فماذا تريدين مني ولست سوى حزمة من حطام ولست سوى جعبة من ضياع وماذا تبقى لدي وقد هدني الركض غبر المسافات والأرصفة جرجر قيدا تقيل ويمم شطرا ضليل وأبحث عن مرفأ للأمان وطاردوا حلما عصيا مغادر وكفتفوا أفواها جرح مكابر وأحضن فيك قبيل اللقاء الوداع هذه لليبيا العنقاء التي ستنهض من هذا الرماد بعون الله تفضلي أستاذا معفوظة نختم بالعامية جماعة بعد إذنك وبعدين لازم تكتبونا كلمة في برناق في كتاب مع فدوى كلمة تذكارية منكم منتول اثنين أكيد أكيد نقول صباح مساء السلام لبلدنا جملية مساء من محبة وعاشقة وليبية مساء السلام الدائم من قلب يما فيها وهاهاي ينبض غلوش وقورجة وحيرة وعتب ورياف للي علم ولي عزيز عليها يا وطنة ديمة صباحك رايك صباح بالفرخ يسعد الليم الضايك يجيه الفرج يا عمي طيبك جاي أمين يا رب هي طويلة طبعا فدوى بس أكيد وقتكم ما يسمحش تسلم هالحكايات الحلوة ويسلم وجودكم معنا ودموعكم كانت عزيزة علينا وأثرت فينا ودمعنا معاكم والله أكثر مرة بكيت في اليوم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ومعرفت لكم دعوتنا وجيدكم عزيزة علينا جدا ومبسطت بكم أنا شخصيا وبالتوفيق إن شاء الله دائما شكرا لك شكرا لك شكرا لك ومصدت جدا وانتمنى سلام وانتمنى الصحة وسعادة لكم ورب يحفظكم الأولاد إن شاء الله سعادتين بالإقافة ولا شك الله يسلمك شكرا لك شكرا لك شكرا لك الله يسلمك وكلمة أخيرة تكتبوها لنا في مذكرة معافد وبرنامج معافد سواء عشان يعني تكون ذكرة موجودة يعني تفضلك أستاذة محبوبة ممكن تكتبي لنا كلمتين حبوبة غير مقروعة لقد أنا مزلت موضة قديمة نحب الكتاب والورقة والخط يعني خط الإيد الأسم معلش الأسم والتاريخ جمع شكرا جزيلا عليها المفضور الحلو رب أدام عليكم المحبة والحب والسعادة والصحة وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة ملتقنا معكم الأسبوع القادم وضيف جديد مع السلامة اشتركوا في القناة